اشتركوا في القناة اصرار وعزيمة وهل ده اصلا بقى دور الاهل ولا لأ وإيه ما ده تأثير الاب والام في ده ازاي نساعد ولادنا على التخلص من الطاقة السلبية للأسف محوطانة من كل حتة ممكن نكون يعني ممكن تكون الطاقة السلبية دي من المحيط اللي حوالينا أو من حوالينا الأولاد أسئلة كثيرة قوي هنرد عليها مع الدكتورة هالا منصور أستاذة علم الاجتماع موجودة معنا في الستوديو برحب بيك أهلا بحضرتك أستاذة المشاهدين صباح خير دكتور صباح خير على حضرتك وعلى كل ما دكتور يعني في البداية أنا بشفق على كل الأباء والأمهات شكرا بصدر يعني والله يعني فعلا موضوع صعب جدا للأسف كل حاجة حوالينا دلوقتي فيها شوية طاقة سلبية ازاي نقدر نتخطى دع ازاي نقدر نفكر بطريقة إيجابية وكمان ننقل الطاقة الإيجابية دي لولدنا شو في حضرتك طبعا التقص تلبية مرفوضة يعني احنا كلنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى كلنا أمل في إرادتنا وطاقتنا وقوتنا وقدام إرادة الإنسان دايما ما فيش مستحيل وربنا سبحانه وتعالى تكرم الإنسان لأنه هو الكائن الوحيد اللي نفخ فيه من روحه يعني كلنا فينا جزء من الطاقة الإلهية وبالتاني الإنسان إذا أخلص وإذا التزم وإذا تحدى وإذا استدعى كل طاقته ما بيبقاش قدامه مستحيل لكن عارفة ضغطات الحياة شوية مع الأب والأم دايما عارفة الشغل والحاجات دي بتبقى شوية مخالياهم خلييني أقول مش طاقة سلبية لكن خلييني أقول عندهم كده تنست شوية فازاي ينقلوا طاقة إيجابية لولدهم شوفي مش الأب والأم بس الأب والأم والولاد والأصحاب وكلنا والأستاذة والمسؤولين كلنا شركاء فيه والإعلامين الجمال اللي زي حضرتكو كده كلنا شركاء فيه عملية التنمية دايما بنقول إن إحنا محتاجين حاجتين أول حاجة ترتيب أولوياتنا وضوح الهدف قدامنا تاني حاجة بزل الجهد ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا ترتيب أولوياتنا ده شيء مهم قوي كل وحدينا لازم تفكر هو عايز إيه في الحياة الطموح ساعات بيبقى مدعم جدا إذا كان طموح معتدل ومتزن وفي إطاره الطبيعي وساعات بيكون مدمر إذا افترس طاقة الإنسان وقدراته طب إزاي يبقى متزن وزاي نبعد عن التدمير دايما بنقول خلي طموحنا أعلى من قدراتنا خطوة بس لأن لو طموحنا أعلى من قدراتنا بكتير إحباطاتنا هتبقى متتالية لكن لو طموحنا أعلى من قدراتنا خطوة معناها أن إحنا هنجيب كل اللي عندنا ونبذل كل طاقتنا عشان نجيب الخطوة دي أول ما نجيبها لازم نقف ونستمتع وندعم نفسنا عشان نحط خطوة تانية لأنه لو طموحنا في مستوى قدراتنا مش هنضيف لنفسنا حاجة إحنا عادي طب لو أقل من قدراتنا ودي الكارثة بقى إن إحنا بنضيع فرص كتير قوي ونضيع طاقات كتير قوي ساعد بنضيع جزء كبير جدا من طموحنا لأن ما انتبهناش لترتيب الأولويات ما احترمناش قيمة الوقت ما احترمناش قيمة المتغيرات اللي حوالينا فهنا بنقول كمان دور الأب والأم مش إنهم يحققوا طموح ولادهم لا إنهم يساعدوا ولادهم على إن هما يبنوا طموحاتهم ويحققوا طموحنا كلنا مع بعض طموحي مع ولادي إن أنا أشوفهم في أفضل حال وإنه يكونوا أحسن وإنه يكون مستقبلهم أفضل أنا أبدل عشانه مجهود لأن ده طموحي أنا لكن لازم أربي في أولادي طموح لهم هما لمستقبلهم هما شايفينه إزاي يعني حتى دايما أنا كنت أقول غمّد عينك وبصت لنفسك بعد عشر سنين أنت عايز تبقى فين؟ أنت عايز تبقى إزاي؟ طب شوفت نفسك في الحتة اللي أنت بتحبها طب شوف بقى الطريق اللي هيوصلك وإبذل الجهد والجهد هنا سكتين جهد ذهني لازم أفكر كويس قوي وجهد بدني لازم أفضل الجهد والمجهود اللي هيخليني أحقق الحلم اللي أنا أحلم بي وما فيش حاجة بسهل يعني مسألة السهولة مش مطروحة ولكن لازم نفضل مجهود بس لازم نستمتع عشان نشحن الطاقة مرة تانية لأنها الحياة مش سبق مستمر أنا لازم لما وصل لنقطة أقف واستمتع وعيش واتبسط عشان أقدر أحط طاقة أكمل لنقطة تانية إن أنا لازم أحس بالإنجاز اللي أنا عملته طبعا مش اللي هو عديه وادخل علي بعده لازم أدي النفسي مهلأ لأنه الاستمتع ده هو بيديك الرصيد بتشحن طاقة جديدة عشان تكمل الخطوة اللي بعدها ولما توقف عند الخطوة اللي بعدها وتوصل لها أقف واستمتع بس أقليك سؤالي يا دكتور هلقف وسقف لنفسي إن أنا قدر توصل للإنجاز ده لازم ولا قمش كفاية هسقف لنفسي وحسب نفسي لتنمع بعض يعني دايما بنحسبها هو أنا حققت إيه هو أنا كنت أقدر أعمل أكتر من كده هو أنا راضي عن نفسي طب لو أنا مش راضي عن نفسي مش عاوض عاية لا أنا هشوف إيه هي نقاط الضعف وادعمها واشوف إيه هي نقاط القوة وحاول إن أنا أسيطر بيها على نقاط الضعف اللي موجودة عندي لأنه لازم نحسب أنفسنا مش لازم نعلن إن إحنا ضعف على فكرة الإعلان عن الخطأ غير الاعتراف بالخطأ الاعتراف بالخطأ إن أنا أعترف بني وبين نفسي ويكون عندي إسرار على عدم تكرار هذا الخطأ وعلى إني أعوض وعلى إني ألحق اللي فاتني أما إعلان الخطأ بيديني ضعف لأنه بيخلي لحوالي ما يسقوش فيها وبيخلوني أنا كمان بصص لحوالي أكتر ما أنا بصص لنفسي أو الإعلان في دايرة مغلقة أو دايرة قريبة لا تعلن خطأك إلا للضرورة لو أنت عايز تعلم بي حد أو عايز تجي عبرة للآخرين لكن إعلان الاعتراف بالخطأ بينك وبين نفسك ليس لازم بخطأ كبير لا الخطأ إن أنا ما أخذتش الفرصة كاملة ده في حد ذاته خطأ يعني ممكن أكون حققت نجاحات بس لما حاسب نفسي ألاقيني كنت ممكن أعمل أكتر يبقى المرة جاءة لازم أعمل أكتر طيب وإحنا بنعلم ولادنا الإصرار والطموح والمثابرة والعزيمة لازم يكون في الأساس فيه قنوات اتصال بيننا وبينهم طبعا وأنا مش هاجي مرة واحدة كده أنت عايز تطلق يا عصلا كذا فابتدي أشجعه لا لازم أفتح قنوات اتصال باستمرار بتكلم معاه بالضبط الحوار هو تبادل فكر وتبادل أراء وإحنا نبص من وجهات نظر بعض يعني ساعات الأباء والأمعات عايزين يفردوا على أولادهم أهدافهم أمة عايزين يفردوا عليهم السكة اللي عايزينهم يمشوا فيها أو اللي هما كانوا عايزين يمشوا حتى لو هما حققوا ده بيقوش سعداء بيوصلوا النقطة معينة يقولوا لا إحنا لسه حلمنا ما تحققش ويرجعوا تاني لتحقيق الحلم فهنا الحوار مهم قوي الحوار بمنطق الوصول لنقاط مشتركة بيننا وبين بعض لأنه ساعات برضو خبرة الولاد بتكون أقل من خبرة الأب والأم فبيقوش شايفين حاجات كتير فهنا لازم نمزج الخبرة مع الرغبة خبرة الأب والأم مع رغبة الولاد ونقابل بعض على أرضية مش أي حدا يفهمها دي برضو من الأبناء لازم هتبقى صعب أننا نفهم هتبقى صعب أننا نفهم أن دي خبرة بابايا وممت في الحياة فأنا بستفيد منها أو أنه هو بيفرد علي رغباته اللي هو كان نفسه حققه ومحقاش أو اللي هو حققها ده متوقف على طبيعة العلاقة بيننا وبين بعض وساعات إحنا مش كل لمرحلة عمرية نقدر نفرد الفرد لغاية 11 سن نقدر من أول 45 سنين لغاية 11 اللي هو السن المراحقة بيبقى الطفل عنده استعداده أنه يتقبل وبيبقى عنده استعداده أنه يقبل وعنده استعداده أنه يتعلم أول ما بيبسى الحداشر بيبتزي سن المراقب بيبتزي يشوف نفسه أنه هو بدأ يبقى البنت بدأت تشوف نفسها أنه هي بدأت تبقى كبيرة الولد نفس الحكاية فهنا بنقول للأب والأم ادعموهم وقف وراه خليه جرب ويعاني من التجربة ويتعلم منها ادي له النصايح في شكل حكايات في شكل تجارب على فكرة ممكن نقلف حكايات ممكن نتدعي أمور ممكن نتدعي أنه أنا عندي مشكلة وعايز أخد رأيه فيها حالة التدعيم مش هياخد النصيحة مباشرة مش هياخد الرأي مباشر مش هينفع أفرض على شخصيته لأنه هو كمان عايز يكتشف ذاته وهنا لازم أدخله من بند المزايا في بعض الأباء والأمهات بيدخله من منطق العيوب لا انت مش زي فلان لا ده فلان أحسن منك لا انت مش كافه ولا حاجة بيشرق شخصيته بيتزيله رضا عن أنه يبقى مش متميز طب عشان يبقى متميز لازم أبستله من بند المزايا أنور عليها حتى لو جالي مثلا ضعيف في حاجة لا انت قاوت ده انت بتعرف تعمل جي كويس قوي ده انت هايل هنا بس انت اللي ما حاولتش انت اللي ما فكرتش انت اللي ما قدرتش انت أميز ودور له على نقاط المزايا اللي هو فيها دخول من بند المزايا مهمة طب لا ما أمتقد أساسيات نقد الفكر مدهو لازم أقول له والله كلامك حل والله كلامك جميل لو ابني أو صغير بالنسبة لي أدي له الملاحظة في أنه كلامك هايل بس أنا عندي بعض الملاحظات وابتدي أدي له الملاحظات ومع كل ملاحظة أقول له ده بس انت هايل أنا وأنا أدك ما كنتش بعرف أفكر زيك أنا وأنا في ظروفك ما كنتش عارف أعمل ده بحيث أن أنا أحببه ما حسسوش بالضعف طب لو في مستوية في نفس السنة ما ينفعش أقول له الحتة التانية أقول له كلامك هايل وجميل بس أنا عندي وجهة نظر تانية وابتدي أطرح مزايا فكرتي من غير ماجي ناحية عيوب فكرته طب لو أنا بقى بخاطب الأب أو الأم أو الأكبر مني ما ينفعش أقول له عندي ده أقول له والله كلامك هايل ومعقول ده أوحالي بالفكرة اللي حضرتك كنت قلتها لي قبل كده أو أنا فهمت أصد حضرتك بالشكل الفلاني وابتدي أبع له الفكرة مقابل التطبيق أحسنته أنه بتاعته أنه مشاركني فيها الحوار بالطريقة دي عمره ما يعمل تضاد لكن يعمل تكامل لأن كل واحد فينا ناقصوا حاجة موجودة عند الثاني أنا في سني وخبرتي ناقصني حاجة موجودة عند الشباب الصغير اللي هو بيمارس الحياة في الظروفها دي متغيراتها اللي أنا معاشتهاش والشباب نفس الحكاية فلازم نقرب من بعض دون تعالي دون تناقض دون رفض للآخر ودون انتقاد بالزبط لازم نقرب من بعض بطريقة ذكية بحيث أن الهدف الآخر أننا نكمل بعض وأننا مرفوض كل اللي جاييني من الآخر ولا أفرض عليه كل اللي عندي باخد جزئية وديروا جزئية عشان نوصل لأجهة مشترك دكتور بعض الأباء دلوقتي والأمهات ممكن بيسألوا أولادهم وخلينا نتكلم عن السن الصغير شوية خمس سنين ستة سبعة عايز تطلع ايه عايز تطلع ايه والولاد يردوا ما نعرفشه طبيعي يعني طبيعي أنهما ما يكونوش يعرفوا لغاية حتى سنة أكبر من كده فيبتدي الأباء والأمهات لا لازم تبقى دكتور لازم تبقى مهندس امت يعني ايه في المرحلة العمرية دي لو بنتكلم كان محمد صلاح بيتكلم عن بنته مكة مثلا أنهو في المرحلة العمرية دي بيشجعها أنها تبقى تاكل سكرياتها أقل الشوكولاتة بتاعتها بتاخد أيام وحب بس في الأسبوع تتفرج على الآيباد مش عارفة قد إيه والرياضة مهمة إمت أركز يعني كل سنه وليه طموحاته زي ما كنا بنقول أو ليه الحاجات اللي تنفع وتتماشى معاه مش طبيعي أن أنا في السنة ده أبتدي أقول لهم لا ده انت لازم تبقى عالم فز كبير يعني حب حضرك تكلمي الأباء والأمهات في الحتة شوفي هو المؤثرات الخارجية للأسف في الوقت الحالي على الأباء والأمهات اللي أطفالهم صغيرين الله يكون فعونهم طبعا يعني كان قبل كده المؤثرات الخارجية بتاعتنا محدودة العالم بتاعنا قادرين نسيطر عليه قادرين نفلتر إيه اللي يوصل لأولادنا وإيه اللي ما يوصل ليهم مصدر الحوار والمعرفة والرؤية كانت الأب والأم أو المدرس أو النموذج الوقت الحالي لا السماء المفتوحة والدنيا المفتوحة والسوشيال ميديا والاهتمامات المتنوعة للأطفال خلت أنه تأثير الأب والأم إلى حد ما متضائل جنب كل المؤثرات دي ولكن هرجع تاني وأقول الأب والأم أنتوا اللي بتفلتروا ده للأسف برضو الأب والأم أفرطوا في منطق الحرية والاختيارات مع الأطفال في سن بدري قوي يعني أنا بشوف مثلا طفل عنده أربع خمس سنين لأم بتقوله اختار شوف هو ما يعرفش يختار أو معامو بواي هو ما عندهش داتا أنه هو يختار يعني المسألة الاختيار دي في مرحلة اكتشاف الزات اللي هي بعد الحداشر سنة يعني هنا الإسراف الحرية والإسراف في إعطاء الطفل قراره في وقته هو ما عندهش قدرة أنه هو ياخد هذا القرار مشكلة وتلاقي بعض الأباء والأمهات تفاكرين أنه ده حاجة إيجابية في التربية أو أنه بيبني شخصيته لا أنت زي الزرع زرع بدري زي اللي عملت حاجة قبل معادها فبالتالي الجودة بتاعتها مش هتبقى بنفس الكيفية فهنا في مرحلة التوجيه اللي هي من أربع خمس سنين حد 11 سنة وجهوا ولادكوا سيطروا عليهم سيطروا عليهم بأدوات مختلفة يمكن الوقت دلوقت بقى صعب لكن لازم نعمل زي ما سحمد سلاح قال أنه أنا قفرت حتى في الأكل نظام معين هيتعود عليه الطفل السوشيال ميديا مش كل وقت في إيده الآيباد أو في إيده الموبايل لأنه نعود أولادنا على نمط حياة سيستمر عليه بعد كده لما يوصل يقدر أنه يدرك زيادته ويقدر أنه يشوفها يقدر أنه يختار ليها يبقى في الوقت ده هو تبنى لكن مش عايزين نفرض في أن أولادنا أحرار لا ده أولادنا بيعرفوا ياخدوا قراراتهم لا ده أولادنا بيختاروا اللي هم عايزينه ده بدري قوي بدري قوي وضر جدا على المدى الطويل لأن الطفل بيبتدي يبقى متمرد على كل حاجة والأب والأم هنا بيردخل رغبات الطفل اللي هو أصلا لسه مش عارف مصلحته بالقدر المطلوب بس احنا هو خد الدعم من أهله في الوقت ما يتناسب مع طبيعة أهله وطبيعة الظروف اللي هو فيها وهو دلوقتي بيدي مع طبيعة الظروف مع طبيعة الثقافة اللي هو فيها مع طبيعة المجتمع اللي هو عايش فيه مع طبيعة الظروف ومصادر اللي هو عايشها بالضبط كده فدايما البيئة الخارجية بتلعب دور كبير جدا في دعم الفكر بطريقة معينة في مساعدة الأب والأم على تنفيذ هذا الفكر إن هذا الفكر فكر عام في المجتمع اللي هو عايش فيه في الظروف اللي هو فيها فلما البنت بتروح المدرسة أو بتتعامل مع أصحابها أو بتتعامل مع ده شايفة أنهم ما شبهها بتمرس عليهم نفس الأمور لكن إحنا لو بصينا عندنا هنا في مجتمعنا هنجد أن هي وسيلة للتباهي بأنه الطفل سابق عمره بأنه يختار طب سابق عمره في المسئولية طب سابق عمره في أنه يتعلم طب سابق ده يعني المنظومة كلها مننا محتاجة شوية تعديل المنظومة حتى في المدارس حتى في العلاقات داخل البيوت حتى في علاقات الأصدقاء حتى في الإعلام وما يصدره في الدراما للولاد والبنات كل ده لازم نتفق مع بعض إحنا نصدر للمزج الملهمة إحنا نصدر بمزج الملهمة إحنا نصدر بمزج الملهمة ولدنا تربية تتفق مع متغيرات العصر لأنه في الحقيقة متغيرات العصر قوية جدا وإحنا بننتقي للأسف من المتغيرات ومن الثقافات الخارجية ما يترأى لنا يريد بناخدها على بعضها أو بنرفضها على بعضها مش معنى كده أن إحنا ثقافتنا وحشة بالعكس ثقافتنا بعداتنا بتقاليدنا بقيمنا لو رجعنا للأصل أدياننا هنلاقيها أروع بكتير جدا بس إحنا بناخد بننتقي 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 ويريد بننتقي الأفضل للأسف بننتقي الأريح واللي بيتحيق لنا أنه هو بيعمل لهم فعيدا إحنا ثقافتنا زي الفل ويعني وفعلنا وإحنا رجعنا بقى هنمشي لو رجعنا لأصلنا هنبقى زي الفل هنتفوق على كل اللي حاولين ده حي لو نفهم بقى النقطة الزي هتبقى مهمة جدا ياريت نعمل ده مشكرك يا دكتور يعني نورتين وفتين ويرب كمان المشاهدين يكونوا استفادوا من طبعا كلماتك الموتيفيشنل والفي الحقيقة أنا بحب دايما أكون ربنا أخليك وأنا بحب دايما أكون معاك شرفت بيك كل شكرا لك دكتورة هلا منصور أستاذ علم الاجتماع على وجودك معنا